بإذن الله الرحمن الرحيم يسوء الرحيم أنا أخبرك أيها الأن ها يوم الرحيم أنا أتداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إكواري شعاري دائما واحد وذيني في الدنا خالي نبي للهدارات وبالإسلام أوصاري فهيا إخوتي هيا أنادي ثم إلى العليا أعيد المجد والنحي لا نصفه بلد قرآني الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه نحن سمينا هذا اللقاء بملتقى الشباب ومع أنه ملتقى الشباب إلا أنه ملتقى لجميع المسلمين على اختلاف طبقاتهم سواء كان صغيرا أو شابا أو كبيرا أو في أي مرحلة كانت ونحن في هذا الملتقى المهم ينوه بالشباب لأن الشباب تواعد الأمة والشيوخ والكبار أم عقولها وهم يعني مفكريها وهم منظريها ونحن يهمنا في هذه المرحلة قيام الشباب وصحوة الشباب وإيجابية الشباب لأن الشباب إذا كان تلبيا فهذه من الخطورة بمكان فإن قلب الأمة يضيع وسواعدها تفتت بسبب أنهم لا يعرفون كيف يستخدمون شبابهم والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول اغتنم خمسا قبل خمس ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس عن عمره وعن شبابه فخص الشباب خصوصا لأن الشباب هو نبض الأمة كما قلنا وهو قوتها وهو تاعدها ومع داعية الشباب شيخنا الفاضل فضلة الشيخ دكتور حازم شمان وأنتو كلكم أظن تعرفونه من خلال الفضائيات ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بكلامه وأن ننتبه وأن نعي كل كلمة يقول الشيخ فلتفضل مشكورا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفا وصلاة وسلاما على عبادي الذين الصفا اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لبيك يا ربنا وسعديك والخير كل الخير في يديك والشر ليس إليك نحن بك وإليك تبارك وتعاليك نستغفرك ونتوب إليك أما بعد إخواني في الله لو كنا من شهرين عملنا اللقاء ده كان حصل فينا إيه كان مين يجيب لنا عيشوا حلاوة كنا بصراحة أنتو ربنا يبارك فيكم إخواني شكلكم يخوف بصراحة عاضر ربنا يبارك فيك أنتو شكلكم يخوف رجالة ما شاء الله يعني لها حق الدنيا كلها تخاف من أطفية ربنا ينصر بكم الإسلام وربنا يعز بكم الإسلام ويعزكم بالإسلام ويكرمكم بالإسلام إنه ولي ذلك والقادر عليه أما بعد فقد قال الحسن البصري يؤتى بالإسلام يوم القيامة فيقول يا رب هذا نصرني ويا رب هذا خذلني حتى إذا جيء بعمر بن الخطاب قال الإسلام يا رب كنت غريبا حتى أسلم عمر كنت غريبا حتى أسلم عمر أنت يوم القيامة لما الإسلام يشهد عليك هيقول يا رب ده عمل معي إيه يوم القيامة لما تقف باليدين ربنا لما تعرض على الله ودينك يشهد عليك هيقول يا رب ده عمل معي إيه ده نصرني يا رب ولا ما كانت شلو دعوة بي يا رب ولا كانت قضيته لا يداش مصطفى أهل المساعدة لما حددك لا يشهد عليك الله وإحنا في الأيام ده هي الأيام اللي بلدنا فيها في خطر الأيام اللي بلدنا فيها فعلا مهددة بخطر حقيقي لازم كل واحد مننا يبقى إنسان جديد لازم كل واحد مننا يتغير أول حاجة لازم تتغير فينا أخلاقنا ومعاملاتنا يا جماعة أخلاقنا مع بعض أخلاقنا أخلاق المسلمين بينهم ومن بعض أخلاق الجيرة بينهم ومن بعض أخلاق الأرحام بينهم ومن بعض أخلاق المسلمين مع غير المسلمين أخلاق الناس اللي بيشتغلوا لدين ربنا مع بعض لازم معاملاتنا تتغير بيقولك فينا أم لحبة جمل فراحت رسبة البيت بتاعها وراحت في الجمل قالت له أنا بحبك وما أضافش عيش من غيرك قال لا طب وبعدين عايزين قالت له لازم تيجي تعيش معايا وانا مقدرش اعيش من غيرك الجمل وافق وفضل ماشي ورا النملة النملة ماشي وجمل وراها لحد ما رحوا للبيت بتاع النملة فلاقى بيت قد كده هو سبقل لها يعني ما هذا قالت له ده بيتنا اللي هنعيش فيه قال لها اما ان تتخذي بيتا يليقوا بمحبوبك او تتخذي محبوبا يليقوا ببيتك يا اما يبقى اخلقنا على قد دينا يا جماعة يا اما تبقى معاملتنا على قد دينا يا اما احنا كده ممكن نبقى دينا معانا عايز اقول ايه عايز اقول يا جماعة ان الرسول عليه السلام اخبرنا ان امرأة دخلت الجنة بسبب ايه بسبب كلب ثقته كلب ثقته انت عارف عن ايه الجنة يعني خدت قصور الجنة وانهار الجنة والنظر اللي وجه الله في الجنة وصحبة المرسلين في الجنة ونعيم الجنة وطعام الجنة عشان كلب ثقته انهال بقى عشان بني ادم عشان بني ادم تحصل المعاملة بتاعته انتو تعرف في يوم الايامة خمسين الف سنة خمسين الف سنة من ايام الدولة العباسية والاموية والعثمانية مجاش الف سنة من ايام ساقيننا ادمهم من نزل الارض لحد الوقتي مجاتش عشر تلاف سنة خمسين الف سنة حساب ضمن الحساب ده في مرحلة اسمها القنطرة القنطرة ايه القنطرة دي القنطرة دي مرحلة بعد العبور من على الصراط يعني بعد العبور من على جهنم وقبل دخول الجنة في مرحلة اسمها القنطرة ايه وظيفة القنطرة دي يتقل ايه اللي بيحصل فيها بتحاسب على معاملاتك المكان اللي انت هتتحاسب فيه على امراتك عملتها ازاي المكان اللي انت هتتحاسب فيه على زوجك وولادك المكان اللي هتتحاسب فيه على جرامك المكان اللي هتتحاسب فيه على ارحامك المكان اللي واحد زي القذافي ممكن يلاقي شعب ليبيا كله مستني هناك لانه ظلم شعب كامل المكان اللي كل واحد ظلم هيلاقي المظلوم مستنيه وكل واحد سرق هيلاقي المسروق مستنيه وكل واحد قتل هيلاقي المقتول مستنيه المكان اللي هتتحسب فيه على حقوق العباد شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام بيقولك اتدو عليه الصلاة والسلام في بلاد بتصلي عن نبي بلاد ما بتصليش عن نبي اطفح بيصلى على النبي يقول له اخي عليه الصلاة والسلام ربما يا بارك فيكم النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لك هتدرونا من المفلس يعني ليه المفلس يا جماعة المفلس زي انا واحد اشهر افلاسه يعني واحد كان غاني مبارح اشهر افلاسه والفلس بتاعته خدها الديانة يعني زي ما تسمعوا كده احمد عز جمده رصيده صفة الشريف جمده رصيده واتمنع من السفر او ده اللي يقصد هالقنطرة تجميد رصيد الحسنات لللي ظلم حد من العباد ومنعه من دخول الجنة لحد ما تتخلص الحقوق اتدرونا من المفلس المفلس فينا من لا درع مله ولا متاع لا المفلس من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وذكاة العبادات عشر على عشر ولكن يأتي وقد شتم هذا واكل مال هذا وسفك هذا مهذا يقول له رصيدك اتجمد ده يقول له قد حسنات وده يقول له قد حسنات وده يقول له قد حسنات لحد ما تفنح حسناته فيطرح عليه من سيئاتهم فيلقى في النار والله يعني شوف الاخلاق والمعاملات ربنا اختلاها مكان قدامك الجنة ووراك النار كأنه ربنا بيقولك ان اخلاقك ومعاملاتك ممكن تدخلك الجنة وممكن ترجعك ممكن ترجعك presentation اخواني اanden ده قضية من ربنا القضية اللي voz قضية ان احنا معاملاتنا تتغير قضية ان احنا ان احنا معاملاتنا بيننا وبين بعضنا تتغير قضية ان كل واحد مننا يبقى راجل ان كل راجل منكم يبقى راجل من رجال الدين ان كل واحد وكل واحده بيقول لا إله إلا الله يبقى راجل من رجالة الدين جمل أب جهل ابنه بعد ما ابنه كبر قال له يا ابن انت كبرته وبقيت راجل أنا من بعد كده ما عدتش أصرف عليك ولا أكلك ولا شربك ولا سكنك إلا لو جبتني كل يوم خمسة جنيه هنا ابنه قال هجيب الخمسة جنيه دين مين أنا عمر اللي اشتغلت وراء عرف طريق الشغل أمه خدته على جنبه قالت له تعالى يا ضنايا أنا هتديك كل يوم الخمسة جنيه ونرحم نفسينا بقى من البحث قال لابوك عايزي بهزي لألك دين كل يوم امه ستيله الخمسة جنيه الولد يروح لابوه آخر الليلة تعالى يا ابني اشتغلت يا ابني اشتغلت كسبت يا ابني كسبت فين الخمسة جنيه أهد يوم أبطحة الوزي بوصله ويمشي قال لي يوم تعالى يا ابني اشتغلت يا ابني اشتغلت كسبت يا ابني كسبت فين الخمسة جنيه أهد يوم أبطحة كل يوم أبو يعمل كده لحد ما فى يوم ام قالته يا ابني انا فى ألوث خلصت يعني ايه يعني انا وانت هنتفضح لو ما خرجتش اشتغلت انا وانت هنتفضح قدام ابوك لو ما خرجتش اشتغلت او من قبل ال reminis вечر الشاب دو خرج يدور على شهر طلعت عينه عم لقى شهر طلعت عينه عم اشتغل بچمسة جنيه اخر اليوم راجع الابو بيقله عند اشتغلت يابني قاله اشتغلت فين الخمسة جنيه اهههключ عندك اضطحه وما تضطعنيش ده انت تضطعني وما تضطحهش ده انت تفرمني وما تقربش منها ليه لان الخمسة جنيدي يتعب فيها لان الخمسة جنيدي فيها لنتعب فيها اهو احنا الوقت يا جماعة طلعنا كل واحد منها لقى في البطاقة مسلم لقى كلمة مسلم في البطاقة طيب انت تعبت عشان الاسلام لما فلسطين ياخدوها الوقت يضربوا غزة بالطيرات لما العراق يقسموها ثلاث دول احنا مزعلانين ليه لان احنا ما بذلناش ده منه عشان الاسلام لي الصحابة ابو باخر الصديق كان يقول اينقص الدين وانا حي الدين ينقص واله حي زي لازم تبقى راجل لازم تشيل مسؤولية الاسلام لازم تبقى راجل من رجالت الدعوة إلى الله لازم تبقى راجل بمعنى الكلمة الراجل اللي احنا عايدينه لازم يبقى جميل جولايبيب صحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان دمين قبيح ولكن كان راجل الراجل ده لازم يبقى غني بلال كان عبد لا يملك شيء وكان راجل الراجل ده لازم يبقى قوي ابن مسعود كان لما صحابه شوفه رجلية حكم من شدة نحلته وضعفه وكان راجل ونقول الراجل ده صفته ايه الراجل ده راجل زي ربيع ابن كعب الاسلامي لما راح للنبي عليه الصلاة والسلام ربيع كان شاب من شباب الصفة فقير ممكن مفيش رجله حاجة لبسها ممكن ينمن غير عشاء لانه محدش تصدق عليه بعشاء مالوش بيت بيروح بي بالليل زي ما انت تروح بعد المؤتمر على بيتك لانه مالوش بيت اصلا يسكن فيه فعايش في المسجد ربيع ابن كعب الاسلامي كان بيخدم النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام مرة قال له سلم يا ربيع محافظ حلوان بيقول لك اطلب اللي انت عايزه انا عايز شقة في المساكن انا عايز اعانة شهرية انا عايز يبقال ده ده صلبك انما ربيع ابن كعب الاسلام الرسول عليه السلام حاكم الدولة بيقول له سل يا ربيع اطلب يا ربيع قال له اسألك مرافقتك في الجنة قال له او غير ذلك يا ربيع ده انت بعندكش بيت اطلب بيت تسكن فيه يا ربيع ده انت عايز تاكل اطلب اكل انت جعان اطلب فلوس اطلب اعانة شهرية اطلب اتوسط لك عند حد يجوزك بنته او غير ذلك قال لا اسألك غيرها يا رسول الله لا اسألك غيرها انا مش حايز خردي انا الاخرى عن تهم من الدنيا انا كل قضية حياتي اننا اوصل لربنا انا كل قضية حياتي اننا ربنا يرضى عني عارفين الراجل اللي سافر يا جماعة القاهرة عشان عنده مصلحة فيها في برج في الدور العشرين فراح القاهرة والبرج ده مليان شركات ومليان حاجات فرايح الاسانسير هيبقى سحمة عما اطلع الدور العشرين ويجي دوري راح بالاشوالة واحد واس قدام الاسانسير دخل وضرب رقم عشرين وطلع وهو فرحان انه هيقدم اصلحته مدري وهو في الدور الخمستاشر الاسانسير وقف في وش حيطة قاعد يستنى حد ينقزه وينقزه ومحدش منقزه يستنى حد يعبره ومحدش حد بيه هو البدا مفيش سكان ولا ايه هو محدش حد بيه بدأ يحس ان الهواء بيخلص بدأ يحس ان الدنيا حر بدأ يحس انهم توتر بدأ يحس انهم مش عارف يعمل ايه اخيرا افتكر الحمد لله ده انا معايا محمول هتصل باللي انا كنت طلع له طلع المحمول وقدت ارتعش وضرب رقم اللي كان طلع له وحط التليفون على ودنه سمع عفوا لقد نفذ صيدكم تعمل ايه لو انت مكان هذا الرجل تعمل ايه لو انت مكانه وعمل كل سلفني شكرا ومعهوش كلمني شكرا تعمل ايه لو انت مكانه راجل ده يا جماعة ده موقف من واقف الدنيا رصيدة كلس فيه انما مواقف الاخرة لو تقلت فيها لقد نفذ رصيدكم تعمل ايه لو انت بعد منع الصراط والصراط نص نور والنفس التاني ظلمة وبتقول ربنا اتمم لنا نورانا يا رب تم من نور يا رب لو ظلمت عليها مش عارف اهدي يا رب مش عارف اكمل وانت عارف عن ايه الصراط عارف نهر النيل وعلى يمينه برج عشرين دور وعلى شماله برج عشرين دور ومدت حبل ما بين الصراط ده والصراط ده وقلت لك عدي تعرف تعدي هتقولي لا يمكن ليه لان تحت مية امان لو تحتك نار تعمل ايه امان لو تحتك نار تخيل لو الصراط ده من الصراط على جهنم ده مصورة ممدودة على البحر المتوسط وما اقول لك عدي هتعدي ازاي تخيل لو في الموقف ده وواحد عايز يعد والدنيا ظلمت ربنا اتمم لنا نورنا لقد نفذ رصيدكم رصيد خلص معاكش رصيد حسناتي يكفي ان الصراط كله يزور معاكش رصيد حسناتي يكفي يا اخوانا الوقت الشباب في مصر زعلان زعلان ليه يقولك فلان الفلاني بعقوله مليون متر بمليون جنيه فلان الفلاني خد 30 كيلو متر ب50 ألف جنيه طب انت زعلان ليه اهدار المال العام طب انت بتهدر الأخطر من المال العام انت بتهدر عمرك انت المفروض وصفة عمرك لانك تشحن رصيد عشان يوم القيامة بتشحن رصيد عشان تقرب بيه من ربنا بتشحن رصيد عشان تدخل بيه الجنة الرجل اللي جيل النبي عليه الصلاة والسلام وطأ واسلم ودخل في المعركة شوية وجد غنائم النبي عليه الصلاة والسلام بعث له ناصبه في الغنائم جيل النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله ما هذا يا رسول الله ورمى الغنائم ما على هذا اتبعتك انا مجيتش عشان دنيا انا مجيتش طريق ربنا وعايز دنيا انا مش عايز مركز انا مش عايز اي حاجة غير رضا الله سبحانه وتعالى انا مش عايز اي حاجة غير جواري في الفردوس الاعلى ما على هذا اتبعتك انما اتبعتك على ان اضرب بساهم انها هنا فرقبتي فاموت فادخل الجنة المشهد التاليش في نفس المعركة في نفس الغزوة في نفس الوقت جثة واحد جاية للنبي عليه الصلاة والسلام داخل ساهم من ناحية فرقبته وخارج من الناحية الثانية وواحد شايله والنبي عليه الصلاة والسلام بيبصره بتعجب اه هو هو اه هو 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 ده اللي من شوية كان بيقول عايز اموت المدة دي اللي من شوية كان بيطلب نفس المدة دي صدق الله فصدقه الله ياه الصدق جميل اوه يا شباب الصدق جميل اوه يا امة محمد انت عايز ايه ايه الحاجة اللي انت فعلا نفسك تعملها لدينك قبل ما تموت وقبل ما تقبل ربنا يا جماعة الدنيا دي منتهى منتهى كل حاجة رايحة رايحة انما انت عملت ايه دينك قدمت ايه للاسلام قدمت ايه لدينك قدمت ايه لدعوتك عملت ايه فصلتك بينك وبين ربنا انه بعليسة تصلان وهو في غزوة يلاقي واحد من الصحابة بيتوضى مغسلش كعب رجليه انه بيقول له ويل للعقاب من النار يعني انه بيخسلش كعب رجليه في الوضوء ده يا ويله من النار يا رسول الله احنا في غزوة هو ده وقت ان احنا نتكلم في فقه الوضوء يا رسول الله في غزوة لا خد بالك خدي بالك اكبر مشكلة شغلك الوقتي اكبر مشكلة شايل هماء الوقتي اكبر مشكلة القاك الوقتي لو انت موت النهاردة وقابلت ربنا هتبقى اكبر مشكلة شغلك ما تجيش زي اصغر امر من اوامر ربنا انت منتش متابع الوقتي هتبقى اكبر مشكلة شغلك ما تجيش زي اصغر معصية انت بتقع في الوقتي لازم يبقى في صلة بيننا وبين ربنا لازم يبقى في صلة حقيقية بيننا وبين الله سبحانه وتعالى احنا الوقت الفترة خطيرة دينك دينك بيتحارب دينك بيتحارب على ارض مصر اللي بنخلدون قال عليها من لم يرى القاهرة لم يرى عز الاسلام بقى دينك بيتحارب الوقتي تسمعو عن العلمانيين يا جماعة تسمعو عنهم تسمعو عن العلمانيين اللي في مصر الوقتي اللي بيقولوا فصل الدين عن الدولة يعني ايه فصل الدين عارفين لما طالب يبقى وطالب سهشل وصائط ومقش نافع وخايفين يبوز العيال يقوم يعملوله من المدرسة قرار ايه؟ قرار فصل او ده فصل الدين عايزين يفصلوا الدين من الحياة عايزين يقولوا للدين اطلع برا عايزين يقولوا الدين مالوش دعوا بحياتنا عايزين لما واحد يفصل رقبة واحد عن جسمه عايزين يتباحوا الدين من الدنيا عايزين يتباحوا الاسلام من الحياة دول اللي بيقولوا فصل الدين عن الدولة تخيل في ناس بتقول على ربنا ايه؟ لما ربنا بيقول ألا إنهم من افكهم ليقولون ولد الله ألا إنهم من افكهم ليقولون ولد الله كلمة شنيعة واعتقد شنيع ولكن ربنا بيقوله عشان يعرفك دول قد ايه في اجرام عندهم قم مال انا بقول ايه الوقت انا بقول لك عارف العلمانيين بيقولوا ايه عايزين يقولوا ربنا في مواضيع ربنا يتكلم فيها ومواضيع ربنا لا يتكلم فيها عايزين يقولوا ربنا لو قلتلنا كتب عليكم الصيام هنقول ماشي لو قلتلنا كتب عليكم القصاص هنقول لا عايزين يقولوا لو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام جه الوقت جه الوقت في الدنيا هنقول له ممنوع تدخل مجلس الشعب ممنوع تدخل مجلس الوزراء ممنوع تدخل قصر الرئاسة ليه الدين مكانه في المسجد الدين يلزم حدوده الدين مالوش مكان في حياتنا لما قلنا لهم عاوزين ربنا قالوا لنا ماشي بس احنا عندنا نوادي وسينيمات ومراقص طب عايزين ايه فين البديل لو عايزين ربنا الاول ادونا البديل احنا النهاردة هم اللي جايين يقولوا مش عايزين ربنا مش عايزين شرعة ربنا ربنا مالوش حكم علينا ولا ياذب الله ما هو ده معنى فصل الدين عن الدولة ان ربنا مالوش حكم علينا انتوا بتقولوا مش عايزين ربنا اه طب ماشي بس زي ما لما قلنا لكم عايزين ربنا قلتوا لنا فين البديل احنا النهاردة لما بتقولوا مش عايزين ربنا هنقول لكم فين البديل هتولنا واحد من ستة مليار واحد اللي على وجه القرى الارضية احكم من ربنا واحنا نمشي وراه هتولنا واحد من ستة مليار واحد اللي على وجه القرى الارضية اعلم من ربنا واحنا نمشي وراه هتولنا واحد من ستة مليار واحد اللي على وجه القرى الارضية ارحم بينا من ربنا واحنا نمشي وراه انهم يريدون ان يعاملوا الله مثل ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم عايزين يتمرضوا على حكم ربنا عايزين يتباحوا الدين عارت يعني ايه فصل الدين يعني واحد ماسك سكينة لدينك ماسك سكينة لدينك وبيقول الدين مالوش دعوة بالدنيا الدين لازم يتدبح من الدنيا الدين ما كانه المسجد بس لما دينك بيتحارف كده عايزين رجال يا شباب عايزين رجال اتفع عندنا عايزين كل واحد مننا يلتزم بدين ربنا عايزين كل واحد مننا يبقى جندي من جنود ربنا سبحانه وتعالى عايزين كل واحد مننا يبقى مع ربنا يبقى مع ربنا رجل عايزين راجل عايزين كل واحد منكم يبقى راجل راجل حقيقي من رجالة الاسلام من رجالة دين الله سبحانه وتعالى تقدر تبقى راجل تقدر تبقى راجل تدفع عند دينك وتدعو لدينك يا اخوانا احنا قلنا عايزين المادة التانية من الدستور انتو عارفين اكبر مشكلة عشان المادة التانية من الدستور تتطبق هم مين عارفين مين احنا عارفين احنا ليه يا اخوانا لو كل بنات مصر لبسوا الحجاب وبنات جامعات القارة واسكندرية وبنات نوادي مصر وبنات المحافظات وبنات سنة ولو كلهم لبسوا الحجاب وجي اوباما يحكم مصر مراته هتلبس ايه حجاب هتلبس حاجة غير الحجاب لو كل رجالة مصر صالوا الفجر في الجامع هل ممكن اي رئيس دولة ما يصاليش الفجر في الجامع يبلاظية فينا احنا احنا تحطوا قدامنا البنوك الاسلامية والبنوك الربوية السنين اللي فاتت معظم الشعب هو اللي اختار البنوك الربوية احنا محكمة الاسرة طبقت قانون الموارث الاسلامي مية في المية السنين اللي فاتت يبل من اللي كان الورث مين ومين اللي كان الورث اليتامة ومين اللي ممكن يبقى قاعد معنا الوقت وسطنا وهو واكل مل اخته او مل اخوه او مال يتامة يبقى المشكلة عند مين اللي نزلوا الثورة ما نزلوش يصلوا لفجر في الجامعة بعدها ليه حايزين صلت طب ربنا تتغير قال تعالى ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض يعني لو قرية اطفيح ده ايه رجالتها ونساءها كلهم بقوا مع ربنا بقوا ربنا بقول كلا ان معي ربي طب كلا ان معي ربي ربنا يبقى معايا زي وانا مش معاه لو انا ونصليش الفجر ربنا يبقى معايا لو انا ما نش مع ربنا ربنا يبقى معايا عايزين ربنا يبقى معانا عايزين ربنا يفتح علينا بركات من السماء والارض عايزين ربنا عايزين جماعا يبقى جنود لله قال تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراءكم اليوم يوم ترى يوم هتشوف يوم هتشوف اللي التزم بدين ربنا خد ايه يوم كل شاب في الجامعة فتن بالمعاصي هيشوف اللي التزم خد ايه يوم أهل الدين وآهل طاعت ربنا يطرفوا على منابر من نور يوم ترى كل واحد مستنى يوم البنت مستنى يوم هتقدم لها عريس ودي مستنى يوم هتتجوز وده مستنى يوم هتتخرج وده مستنى يوم هتلاقي وظيفة انت ايه اليوم اللي انت مستنى ايه اليوم اللي انت بتحلم به يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم الراجل جيل ابنه وابنه لسه في حضانة قال له يا ابني خد الحصالة دي كل الفلوس تجيلك خطها في الحصالة هتلاقي زمالك بيجيبوا بيها شبس وحاجة سقعة ملاكش دعوة اسمع كلام ابوك يوم تكبر وتفتح الحصالة هتعرف نصحت ابوك كان شكلها ايه الولد دخل ابتدائي كان المصروف بتاعه قروش اسحابه كان يروح يجيبوا بيها حاجة حلوة وهو يحط الفلوس في الحصالة وكلهم يبصوا يقولوا ده مجنون ده ولا ايه هو ما بيبتعش نفسه ليه هو مش عايز دينة ليه كبر ودخل اعدادي مصروفه كبر بقى يقدر يوصل واصلة ست في بيته ويدخل على المواقع اللي هو عايزها ولكن لسه بيحط الفلوس في الحصالة كبر ودخل سنوي مصروفه كبر بقى يقدر يجب محمول ويكلم من علي اللي هو عايزه ولكن لسه بيحط الفلوس في الحصالة ولسه كله بيقولوا ده مجنون ده ولا ايه كبر ودخل جامعة بقى يقدر يعمل حاجات تانية كتير بقى يقدر يعمل معاصة تانية كتير ولسه بيحط الفلوس في الحصالة يا جماعة اطفح ما اتطممش انت الوقت مشهورين في مصر انكم رجالة مصر في العالم كله اطفح الوقت مركة عالمية يا رجالة يعني ده فرح هو ده الفرح بتاعكم وما لو خناقه يبقى ايه بقى ربنا يخفل اهل اطفح وينصر اهل اطفح ويبارك في اهل اطفح ويملع حياتكم بالبركة يا رب العالمين انه ولي وذلك هو القادر عليه صاحبنا دخل الجامعة ولسه بيحط الفلس في الحصالة تخيلوا ده يوم ما يفتح الحصالة دي كل الناس اتبصلوا ازاي اهو دول الصحابة اللي فضلوا يحولوا كل حاجة على الاخرة يحولوا كل حاجة على الاخرة تخيلوا دول يوم ما الصحيفة بتاعتهم تتفتح يوم ما حسنتهم كلها يحصدوها هيبقى فرحيتهم ايه انا عايز اقول لك يا رجالة انا عايز اقول لك يا اخوانا ويا اخواتنا انا عايز اقول لكم اني لازم صلتة بالله تتغير لازم اوعى لو حد تريع عليك تسمع تريعته اوعى لو التزمت بدين ربنا وحد صخر منك تسمع صخريته عارفين الملك اللي اتولاد له ابنه بودن واحدة الوقت اتولاد بودن واحدة جمعوا ربصية بتاعته وقالوا ما نعمل ايه الولا بودن واحدة ده هينفع يمسك الحكم بعد ازاي قالوا له بسيطة نقطع ودن لكل طفل في القرية ان كل الاطفال يكبروا بكرة يبقى كلهم بودن واحدة قطعوا ودن كل طفل في القرية مرت الايام وبقت القرية كلها بودن واحدة فجي واحد زي حالاتكم كده بودنين نازل القرية عشان مصلحة اول ما نزل الاطفال بتاع القرية كلهم جيروا وراي زفوه ابوا ودنين اهو ابوا ودنين اهو اهو اللي بيسخر من الملتزم ده ده اهو عتسمع سخرية حد منك انت ابوا ودنين انتوا الصح يا شباب انتوا امل الامة دي انتوا رجالة الاسلام انتوا اللي لو تحركتوا لدنكم الدنيا كلها تتغير انتوا اللي دنكم مستنيكم انتوا امل الامة دي انتوا القوة الضاربة للاسلام في الدنيا يا جماعة ما تستقلوش من نفسكم ما تستقلوش انتوا ممكن تعملوا للدين ايه ما تستقلوش انتوا ممكن تقدموا للدين ايه وفي النهاية في نهاية الكلمة محدش يملك لحد حاجة في الدين يعني لو الادانة دي الواحد راح والتاني مراحش ايو عطف فكروا ان اللي مراحش مراحش لانه مش عايد ده مراحش لان ربنا مختروش اي حد ممكن يدخل نادي اي حد ممكن يدخل قهوة اي حد ممكن يدخل سايبر بس مش اي حد يدخل بيت ربنا مش اي حد ربنا يسمعه عنه مش اي حد ربنا يختاره شهوات الدنيا كلها ما تسويش سجدة من اذن ربنا متع الدنيا كلها ما تسويش ايه في التلت الاخير تبكي وانت حاسس ان ربنا راضي عنك وانت بتقرأها عايزين نبقى مع ربنا عشان ربنا يبقى معانا ربنا يستددكم ويبارك فيكم وينصر بكم الاسلام ويفتح عليكم اللهم اخرج من هذه القرية دعاة وداعيات وعبادة وعابدات وعلماء وعالمات ومجاهدين ومجاهدات اللهم انزل من نفحاتك على اهل هذه القرية اللهم انزل من بركاتك على اهل هذه القرية اللهم يا ربنا اللهم اعزهم بالاسلام واعز الاسلام بهم يا رب العالمين اللهم تب علينا اللهم تب علينا توبة لا نرد على اعقابنا بعدها ابدا اللهم تب علينا لنتوب اللهم تب علينا توبة ترضيك اللهم تب علينا توبة لا نضل بعدها ابدا انك ولي ذلك والقادر عليه اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم بحمدك اشهد وان لا اله الا انت يعني تواصلا مع كلام الشيخ سؤال للشيخ يعني من نحن وماذا نريد من نحن وماذا نريد بص يا اخواني بص يا جماعة قال تعالى هو سمكهم الايه هو سمكهم المسلمين احنا بتوع ربنا جماعة احنا لازم نبقى اكتر ناس بنحب ربنا وبنخدم دين ربنا في الدنيا يا جماعة يا اخواننا اكتر حاجة توحد الامة دي ان الامة دي تلتف حوالين علماءها لما الشيخ محمد حسين جالكم اذا كنتوا فرحانين ولا لا لما شيخ جم هنا كنتوا حاسين بالعزة ولا لا كنتوا حاسين ان احنا ايد واحدة ولا لا اكتر حاجة توحدنا ان احنا نمشي ورا سلف الامة وورا العلماء اللي ماشيين على نهج سلف الامة ان احنا نتحلم دين يا جماعة ان احنا نعرف ديننا ان ما عادش حد يضحك علينا ما حدش يخدعنا نبقى ناس مسكين في دين ربنا سبحانه وتعالى لما ربعي ابن عامل دخل على رصهم قال له من أنتم انتوا مين انتوا انسوا ولا جن انتوا ايه قال له نحن قوم ابتعثان الله نحن قوم يعني القوم كلهم ايد وحدة احنا ايد وحدة احنا هدف واحد احنا ام وحدة ابتعثان الله يعني عندنا مسئولية عندنا رسالة يا شباب الشباب لما حسوا مرة بالمسئولية بغر العالم عمل ثورة بغرة العالم في اوروبا بيقولوا ليس هناك جديد في ما حدث ليه المصريون دائما يصنعون التاريخ الشباب لما مرة حسوا بالمسئولية غير اكبر دكتاتور في العالم ربعي ابن عامل بيقول ابتعثان الله احنا عندنا مسئولية احنا عندنا رسالة احنا عندنا مهمة انتم يا شباب عشان ربنا يستعملنا لنصل دينه لازم نبقى كلنا ايد وحدة لازم ديوت ربنا تجمعنا لازم علماءنا والناس اللي عندها علم نلتف حواليها عشان نقدر نوصل لربنا عشان نبقى ايد وحدة عشان نبقى قوة وحدة انما الامة دية لو فضلت ممنصقة عمرها ما تعمل حاجة عشان كده من نحن احنا رجلت الاسلام في الامر احنا اللي ماشيين ورا السلام احنا اللي ماشيين ورا السحابة وماذا نريد عايزين لغير الدنيا كلها عايزين الخمسة مليار واحد اللي على غير لا اله الا الله اللي كل يوم منهم بيموت 200 ألف واحد على غير لا اله الا الله لو شفت قطة بيولع فيها نار قلبك هيتقطع ما بلك ببني عدم هيترامي في الجهنم ومحتاجك انك تنقضه من النار ماذا نريد نريد انقاذ الدنيا كلها نريد ان امة الاسلام تبقى اعظم امة في الحياة لازم تحسوا ان ليكم سهلة وليكم قضية ولازم شيخنا شيخ مصطفى ربنا يبارك فيه مشايخنا الافاضل مشايخكم هنا لازم تلتفوا حواليهم وربنا يبارك فيكم ويسددكم وكذلك الله كذل الله شيخنا شيخ حازم دعاية الشباب والان نتكلم عن دور الشباب وامية الشباب وكيف نفعل دور الشباب في كل مكان وفي كل موطن وهذه خبرة لشيخ مصطفى دياب شيخنا الفاضل وهو خبرة في هذا الامر ونسأل الله تعالى ان نستفيد منه وان ينفعنا واشرح صدره ويسر لنا وله المسلمين اجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم اما بعد فان الشباب في هذه الامة له دور العظيم بل وفي كل الامم له هذا الدور العظيم ولقل اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بثربية هذا الجيل المبارك جيل اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتخريج هذا الجيل الذي قال الله عز وجل عنه كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ثم من انتم ايها الشباب من انتم قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هؤلاء ثلاثة من أنت ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مختصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله هذا الظالم لنفسه هذا الذي يذنب ويتوب ويرجع مرة أخرى إلى ربه تبارك وتعالى هذا الظالم لنفسه الذي كثرت سيئاته تجاوزت هذه السيئات الحدود فأصبحت سيئاته أكثر من حسناته ظالم لنفسه ومنهم مختصد تساوة الحسنات مع السيئات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله أعماله كثيرة خيره أكثر من شره حسناته أكثر من سيئاته هؤلاء ثلاثة أيها الشباب من أنتم في هذه ثلاثة هل أنت الظالم؟ هل أنت المقتصد؟ هل أنت السابق بالخيرات؟ أخي الشاب اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل صقمك وفراغك قبل شغلك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك ثلاثة اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك أنت اليوم شاب تستطيع أن تفعل كل شيء تستطيع أن تلعب وتلهو وتجري تستطيع أن تقوم وتصلي وتصوم وتعبد تستطيع أن تجاهد تستطيع أن تنافح تستطيع أن تفعل كل شيء لكنك إذا كبر صنك إذا هرمت إذا ضعفت كيف تستطيع القيام؟ كيف تستطيع الصيام؟ كيف تستطيع البذل لدين الله تبارك وتعالى في شبابك تستطيع ان تجري في مصالح الناس هنا وهناك تستطيع ان تعبد الناس لربنا تبارك وتعالى شباب قوة حيوية يتدفق النشاط في عروفه لكنه اذا كبر سنه واذا ضعف مدنه لا يستطيع ان يقوم يقوم ليصلي لا يستطيع ان يصلي يقوم ليقوم الليل ليس له حظ ولا نصيب انظر انها مأساة ان تمر عليك هذه الحياة وانت لا تستطيع ان تستفيد من هذه الحياة حياتك حياتك قبل موتك ومن قبل شبابك قبل هرمك ثم بعد صحتك قبل صقمك اخي الحبيب هنذهبت الى احدى المستشفيات ورأيت المريض طريح الفراش عاجز لا يستطيع ان يرفع يد او رجل لا يستطيع ان يقوم من فوق الفراش لا يستطيع ان يصلي لا يستطيع ان يتكلم رأيت كيف من الله عز وجل عليك بهذه الصحة واعطاق العافية تستطيع ان تتكلم لسانك كيف تتكلم به عينك كيف تنظر بها يدك رجلك اعضائك كل هذه اعضاء سليمة الله سبحانه وتعالى رزقك اياها ثم انك تنحلف ثم انك تعصي بها ربك الله عز وجل تخيل تخيل لو ان يدك شلاء او انك كسيخ طعيد لا تستطيع الحركة كيف تمشي على قدمك تذكر عروى بن الزبير رضي الله عنه كان في زيارة لاحد الملوك ثم انه مات ابنه فقام ودفنه ولما خرج من القبر وجد ان ساقه قد اصابه المرض فاجمع الاطباء على ان يبطروا هذه القدم هو بيزور هذا الملك ابنه مات ابن عروى مات فقام بدفنه بنفسه ثم لما قام من القبر وخرج وجد ان رجله اصابه المرض فاجمع الاطباء ان لا ممدوحه عن بتر الساق يعني لازم يبطر الساق وفعلا بطر الساق من غير بنج من غير بنج تخيل رجل تقطع بداية يقطعون اللحم ثم يأتون بالمناشير وينشرون العظم فيسيل الدم يتدفق فيضعون رجله في الزيت المغلي حتى يضمض هذا الجرح فيغشى عليه رضي الله عنه ولما يفيق يقول اين الساق المبتورة اين الرجل المبتورة فيأتونه بها فيقلبها بين يديه ويقول الى المساجد هل تحملك الى طاعة الله تمشي بها في سبيل الله ولله ام تحملك الى معاصي وذنوب وسيئات كيف تشهد عليك رجلك كيف تشهد عليك يدك كيف تشهد عينك اذنك لسانك يوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم دي ما كانوا يكسبون هذه الاعضاء شاهدة وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء ايدك رح تشهد عليك رجلك رح تشهد عليك عينك رح تشهد عليك كل عضو من اعضائك رح يشهد عليك يوم القيامة ولذلك الانسان يقول اعضاؤه التي شهدت يقول لها صحقا لكن وبعدا عن كن كنت اناضل انا كنت مدافع عنكم كنت مبصر بعيني عشان متعيني كنت مسمع بودني عشان متعودني لكن النهاردة بيتبرأهم بيشهدوا عليك قال صحقا لكن وبعدا عن كن كنت اناضل اغتالم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل صقمك وفراغك قبل شغلك انت اليوم فراغ انت اليوم في فراغ يجب عليك ان تستفيد من هذا الفراغ تبزل هذا الفراغ لخدمة دينك للارتقاء بنفسك لتربية ذاتك لتعلم نفسك وتربيها وتهذمها ولتعمل في سبيل الله كيف ينتشر الاسلام في هذا هذا الرابع وهذا المكان وهذه القرية كيف كيف ينتشر الاسلام بمن نستولد علماء ان بكم انتم يا شباب تتعلمون وتتعبدون وتدعون الى الله تبارك وتعالى بكم انتم ينتشر هذا الدين وبامثالكم كان النبي صلى الله عليه وسلم ينشر هذا الدين في كل ربوع الارض اخي الحبيب دورك عظيم دورك تحتيم الاسلام تحتيم الاسلام ما هي الاسلام ما هي الاسلام صلمك انت الذي تعبده الذي تطيعه الذي تجري وراءه وتترك من اجله دين ربك كل صاحب معصية هي صنم كل صاحب زنب هو صنم صنم في قلبك ابراهيم عليه السلام حمل الفأس وكسر الاسلام وانت لاذا تحمل وهل تستطيع ان تكسر الاسلام هل تستطيع ان تكسر ذنوبك وما عاصيك هل تستطيع ان تنتصر على شهواتك هل تستطيع ان تنتصر على رغباتك نريد ان نحطم الاسلام في قلبنا صنم كبير يحتاج الى التحطيم وكل واحد منا يعرف صنم هذا ينظر الى النساء وهذا يسمع الاغاني وهذا يشرب كذا وكذا وهذا يفعل كذا وكذا وكلنا ذو ذنب وكلنا ذو صنم يجب ازالته ويجب تحطيمه ويجب كسره حتى نستطيع ان نطهر تلك الكلوب وان نعبدها لربنا تبارك وتعالى ونملأها بالتوحيد والاتباع والتزكية تلك هي أصول دعوتنا السلفية التوحيد والاتباع والتزكية تواحد ربك لا شريك له تعبده لا شريك له ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره وجاء من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم ما اجرا اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون كيف كانت دعوته ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره التوحيد الاتباع نقتفي اثر النبي نقتفي اثر الحبيب صلى الله عليه وسلم الزم غرزه امشي خلفه اتبع امره صلى الله عليه وسلم لا تتبع اهوائك لا تمشي بمزاجك ولكن انظر كيف امر النبي صلى الله عليه وسلم والزم غرزه وامشي خلفه وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاء وان تطيعوه تهتدوا الهداية الكاملة التامة في اتباع امر النبي صلى الله عليه وسلم وبعد اتباع الحبيب صلى الله عليه وسلم تذكية لهذا القلب الذي ملأه المرض ملأته الزنوب ملأته المعاصي والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من قلوب قلب إلا له سحابة كسحابة القمر بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء اسم هذا الحديث ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر أي قلب قلب أي واحد مننا له سحابة سحابة سوداء ملأها الزنوب والمعاصي ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر كلنا يرى القمر يوم البذل لما تمر السحابة سوداء من أمامه أين يذهب ضوءه أين يذهب بريقه يذهب ينطفئ فما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم قلبك مضيء بالطاعة مضيء بالتباع النبي صلى الله عليه وسلم مطيع بصلاتك بصيامك بعبوديتك لربك بينما القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم مرت عليه سحابة ضل هكذا قلب العبد يصلي يسوم يدعو يتصدق يتخرب وهو في طاعة ثم تأتيه الذنوب فتكون كالسحابة السحابة السوداء التي تطفئ نور القلب فيعيش في ضنك يعيش في غشاوة يعيش في بعض يعيش في أرق كتير مننا يقول متداير أفان نخنوق من إيه ده كله من إيه اللي يحتاج ذه ده يحتاج الزنوب ده يحتاج السحابة السوداء على قلب العبد بين القمر مضيء كان مضيء بالطاعة مضيء برحمة ربنا بين القلب بين القمر مضيء إذ علته سحابة فأظلم إذ تجلت عنه فأضاء كيف يضيء القلب كيف يعود للقلب نوره وبهاؤه إذا أقبلت بالتوبة على ربك سبحانه وتعالى يجلو القلب يطهر القلب العبد يتعى ربنا كلما هممت بالطاعة قلبك يضيء الطاعة تنير القلب الطاعة تنير القلب فإذا أقبلت بالطاعة على ربك تجلت تلك السحابة وأصبح القلب مضيء ملءه الطاعة وملءه الحب لربنا تبارك وتعالى أخي الحبيب الله عز وجل يربي هذه الأمة اسمع يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور يا بني أقم الصلاة أول أمورك بعد توحيد ربك الصلاة الصلاة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف أقم الصلاة تربية للنفس بناء للذات وأمر بالمعروف دعوة لا تصلي وتصن فقط ما هو دورك ما هو بذلك ما هو مجهودك مع أهلك وعطاربك وجيرانك وأحبابك ما هو الدور الذي تبذله وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر ولا تظن أن الأمر سهل لا تظن أن الدعوة سهلة ربما هذا يهزأ بك ويزخر منك لا تعبأ لا تهتم لا تنشغل امضي في طريقك امضي في طريقك كما قال الله عز وجل ولا يلتفت منكم أحد وأمضوا حيث تؤمرون أنت ماشي في طريق الالتزام ماشي في طريق الطاعة ماشي في طريق الدعوة بتعلم ده الصلاة وبتعلم ده القرآن وبتعلم ده الإيمان والناس ممكن تهزأ بك وتزخر منك نوح عليه السلام كانوا يزخرون منه كانوا يهزأون به ومع ذلك استمر في بناء السفينة تخيل لو إن القوم عندما مروا على نوح وسخروا منه لو أنه ترك بناء السفينة ثم أتى المطر أتى السيل كيف سيكون الأمر لغلق نوح ومن معه لكن نوح عليه السلام يستمر في هدفه يستمر في عمله يستمر في دعوته وامدو حيث تؤمرون ويصنع الفلك وكلما مر به ملأ من قومه ساخروا منه قال إن تزخروا منا فإنا نزخر منكم كما تزخرون ثم يأتي أمر ربك كيف قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونه فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا انظر يطيع ربه يستمر في عمله يدعو إلى الله يصخرون منه يسهزيون به ويستمر ويصبر ثم يأتي فصل يأمر ربنا عز وجل السماء فتمتر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ماء كثير مش كده وبس وفجرنا الأرض عيونه الأرض تتفجر بعيون ماء من الأرض وماء من السماء فالتقى الماء على أمر قد قدر أمر محسوب قدر قدره الله عز وجل يلتقي ماء السماء مع ماء الأرض وتطفو هذه السفينة التي بنيت في السحراء وتسبح وينجو نوح عليه السلام ويهلك كل من لم يركب حتى ابنه وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وبعد ما انتهى بعد ما انتهى وأنهى الله عز وجل الأمر أهلك الطغاء والظالمين أمر الله عز وجل وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي الله عز وجل أمر الأرض تبلع ماءها وأمر السماء أن توقف أمطارها وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي نجا نوح لأنه استمر في الدعوة استمر في العمل لم يلتفت النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي رجال الله عنه امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك لكن علي لا يعرف كيف سيدعو الناس فوقف ولم يلتفت وقف ولم يلتفت وناذى بأعلى صوته يا رسول الله على ما أقاتل الناس وهو لم يلتفت قال قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويعطي الزكاة ولم يلتفت هكذا ينبغي أن نكون امضي ولا تلتفت امشي ولا تلتفت أخي الحبيب دورك دورك أنت اليوم ما دور الشباب في هذه المرحلة دورك الثورة 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 تيش الثورة انتهت هذه الثورة أطفيح ممكن يكون فيه ثورة أطفيح والله خلاص كده هل ممكن نلاقي مدان أطفيح ونقف فيه مش لازم نقف في مدان أطفيح ولكن احنا عايزين أهالي أطفيح كلهم يصوروا على قلوبهم يصوروا على ذنوبهم يصوروا على تقصيرهم يصوروا على الخلل الذي في مجتمعهم حتى يرتقي هذا المجتمع ويكون من أفضل المجتمعات حتى يخرج لنا دعاة يعبدون أهل الأرض وينشرون النور والخير في ربوع الأرض هذا صعب ممكن أم صعب ممكن أخوانا عايز أسمع ممكن ولا صعب البول ممكن نرفعينه كده والباقي 77 دي ولا إيه عايزين أعلى من كده أعلى من كده كلنا ممكن نخدم دنا كلنا ما بيش حد صعب عليه لازم نصور على أخلاقنا ما نعرفش نبطل شتيمة ما نعرفش نبطل سرقة ما نعرفش نبطل نهر ما نعرفش نبطل ربا ما نعرفش نبطل زنوب ومعاصي ما نعرفش نبطل كنائر أعتقد أنت أقوى من كده أنت تقدر تعمل كده لكن مش بحولك وقوتك مش بمخك وعضلاتك أمال بإيه بإيه عايزة أسمع بالله وما بكم من نعمة فمن الله لو عندك قوة على التغيير من إيه من الله من الله ولذلك لا ينبغي أن نقطع الحبل بيننا وبينا ربنا لا ينبغي علينا أن نقطع الصلة بيننا وبينا ربنا المدد العون السند من الله تبارك وتعالى لابد عن نصور على كل باطل على كل مزيف على كل خلق الرضيء على كل معتقد فاسد لابد من الثورة ثورة على العلمانية ثورة على الليبرالية تعرفون الليبرالية الليبرالية يعدعون أنها الحرية المطلقة التي لا تتقيد بدين يعني كل واحد حر يعمل اللي عايز يعمله وما فيش دين يحكمه هي دين لبرالية وهم دول الليبراليين الذين يقولون نريدها دولة لبرالية يعني حرية اللي عايز يزني يزني واللي عايز يسرق يسرق واللي عايز يفجر يفجر ولا دين يضبطه بشر الحافي تسمعون عن بشر الحافي أكيد أكيد نسمع عن بشر الحافي ليه تسمي بشر الحافي أو أسمو بشر بن الحارس لكن ليه تسمي يا بشر الحافي بشر الحافي هذا كان زينا كده معاصي وزنوب ولكنه كان بيعمل حاجة خطيرة جدا مرة عنده أصدقاءه في البيت قافين عن نفسهم الأوضة وعملين يغنوا ويرقصوا جايبين بقى مغنية ما كاتش فيش ليت كاست ولا سوانة ولا سيدي ولا كلام من دا ولا ريكوردر ولا حاجة عندين يسمعها أغنية يجيبوا المغنية على طول يحطوها تغني كانوا جايبين مغنية وعملها تغني تغني والمعازف شغالة مرة واحد ما نعرفش اسمه ولا لا اسمه ولا شكله محدش يعرفه مرة على بيت بشر الحافي خبط على البيب طلعت الجارية فقال لها سؤال قال لها يا جارية صاحب الدار حر أم عبد؟ قالت بل حر؟ قالت بل حر؟ قالت بل حر؟ قال صدقتي لو كان عبدا ما تجرأ على معصية ربه وتركها وانطرق فخرج بش يقول لها من الذي أتى؟ قالت رجل أتى وقال كذا وكذا وكذا ذهب ليبحث عنه فلم يجده فمرغ وجهه في الأرض بعد أن رآه بعيدا لاحق به؟ مرغ وجهه في الأرض أمامه وقال له بل عبد بل عبد بل عبد خرج من بيته حافيا فسمي بشر الحافي ماذا تريد؟ العبودية؟ أم الحرية؟ أنت حر أم عبد؟ أنتم أحرار والعبيد؟ لله تبقى قمة الحرية وأنه لما قام عبد الله يدعوه مين اللي قام؟ الرسول سبحان الذي أسرى به؟ بمين؟ بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مين عبده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أشرف مقام هو مقام العبودية لله تقول وبكل فخر أنا عبد الربنا أنا عبد الربنا بكل فخر إذن نحن عبيد لا لبرالية ولا ديمقراطية هذه أشياء عفنة يوم القيامة قبل يوم القيامة من علامات الساعة تكون الحرب بين اليهود والمسلمين فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر حرب تكون بين المسلمين وبين اليهود حرب كبيرة فيختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الشجر والحجر ربنا ينطق الشجر والحجر الجمدات بتنطق فيقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود ماذا تلاحظ؟ الشجر والحجر لما جم ينادم قالوا يا مصري قالوا يا ليبي قالوا يا سوري لا يمكن قالوا يا علماني أو يا لبرالي أو يا صليبي يمكن لا قالوا يا مسلم يا عبد الله يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعالى فاقتل فيأتي فيقتله أرأيت؟ كيف يكون الشأن يوم القيامة؟ كيف يكون الشأن من علامات يوم القيامة؟ ثم ما دورك؟ دوري ودورك هو دور الأنبياء وهذا شرف لما تكون شغلتك هي شغلة الأنبياء انت مثلا ممكن والدك يكون شغال هنا وانت مبسوط قوي بالشغلة وعجبك وعايز تطلع نفس شغلة والدك بتحبها طب ايه رايك لما تشتغل نفس شغلة النبي بتحبه؟ ولا لأ؟ بتحب النبي صلى سلم ولا لأ؟ ايه راكم تشتغل شغلته؟ كان شغال ايه؟ معضلة؟ صعبة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بعد البعثة كان شغال ايه؟ ايه؟ داعي الى الله داعي الى الله يعني احنا نشتغل دعاء وما نزرعش الأرض وما نشتغلش في المصانع وما نتعلمش لأ راح نتعلم ونشتغل في الأرض ونشتغل في المصانع قل ان صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريكة لا لا شريكة لا وبذلك امرت وهنا اول المسلمين هتأكل وتشرب وتشتغل وتتجوز زمن كل حاجة ولكن ترسالة في مهمة دور انت بتأديه انك بتعبد ربنا وبتعبد الناس لربنا بتدعو الناس لطاعة ربنا سبحانه وتعالى لتنذر أم القرى ومن حولها رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام مش لمكة بس مش للمجينة بس لتنذر أم القرى ومن حولها لما نيجي نبص كده من حولها لغاية فين تسمى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان الله زوى لي الارض زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان ملك امتي سيبلغ ما زوي لي منها صلى الله عليه وسلم فهمت يا اخوانا المساحة اللي احنا مش شغل عليها اطفيح بس دعوتك في اطفيح بس في قريتك بس ولا في العالم كله رسالتك لمن للناس كلها انت مش اقليمي انت راجل عام لتنذر أم القرى ومن حولها اذن رسالتك رسالة عظيمة رسالة خطيرة قام بها الانبياء من قبلك وانت لك ثمت ولك هج انت كالانبياء النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من الغار اول ما نزل علي الوحي رجعوا هو ايه بيرتعش قال زملوني زملوني دفروني دفروني من اللي قبلته خديجة رجل الله عنها اول ما حكى لها اللي حصل قالت له كلا والله ما يخذيك الله ابدا يعني ربنا مش هيضيعك ربنا مش هيخذيك ربنا مش هيذلك ابدا ليه 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 التحصين ده ليه الرعاية دي للحماية دي كلا والله ما يخذيك الله ابدا انك لتصل الرحم وتحمل كلا وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق خمس حاجات بيعملهم صلى الله عليه وسلم كلا والله ما يخذيك الله ابدا ليه انك لتصل الرحم سنة الارحم كيف حالها بيننا هل انت كداعي الى الله عز وجل تصل رحمك تصل اقاربك انك لتصل الرحم وتحمل كلا انسان التعبان الضعيف الذي لا يستطيع انت تعينه انت تساعده وتكسب المعدوم الفقير الذي ليس عنده شيء تعطيه وتعنينه على نوائب الحق اي مصيبة تقف وتساعد وتعاون اذا عملك وسط المجتمع دورك وسط المجتمع لا تقول ليس لي دور لا تقول ذلك ولكن انظر الى ادوار اصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم وهم صغار السن عبدالله ابن ابي بكر رضي الله عنه كان عنده التحفش السنة كده وعبدالله ابن ابي بكر اثناء مكان الرسول صلى الله عليه وسلم في الغار كان بينزل يروح مكة يسمع الكفار بيفكروا في ايه وبيقولوا ايه ويرجع تاني ينقل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اساس ذلك يخطط النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ القرار نفضل اعدين ولا نمشي دور عبدالله ابن ابي بكر كان قوي جدا غير كده هو دار الارقم ابن ابي الارقم كان عنده ستاشر سنة ستاشر سنة وكان يتم في بيته اعظم واختر اجتماع على فتح البشرية كل الصحابة الاوائل اتربوا فيه اتربوا في دار الارقم ابن ابي الارقم رضي الله عنه محمد ابن القاسم الثقافي ده كان عمره سبعتاشر سنة شاب عمره سبعتاشر سنة وكان يقوده جيش اولا فتح السند والهند الاثنين فتح السند والهند طبعا السند والهند نحن نسمع عنها كده سبعتاشر سبعتاشر وكان عنده سبعتاشر سنة قاد جيش اتناشر الف جندي وثلاثة الاف فارس يعني جيش فيه خمستاشر الف بيقودهم شاب عنده كم سنة كم سنة نسيته سبعتاشر والستاشر والا اتناشر سبعتاشر سبعتاشر انت عندك كم سنة اصدنا اكتر بكتير من سبعتاشر ولا سبعتاشر على الال اعمل زيه لا تقول ليس لدور شمامة رضي الله عنه اول ما التزم اول ما امن قال النبي صلى الله عليه وسلم اريد العمره فقال له اعتمر ولكن على شريعة الله يعني هتغير برنامجك ولا مش هتغير برنامجك هتغير برنامجك يعني هتغير برنامجك يا اخواننا كل واحد مننا لون نظام في حياته ممكن النظام ده يتغير ولا مش ممكن لازم يتغير عشان يكون وفقا لما اراد الله عز وجل يتغير عشان يكون وفقا لما اراد النبي صلى الله عليه وسلم لابد لهذا الليل من آخر لابد لليل الظنوب من آخر لابد لليل المعاصي من آخر لابد من التوبة لابد من التوبة ويوم التوبة يوم فرح يوم فرح يوم نشعر فيه بان دوة يوم له ما بعده وانه يوم جديد مريم رضي الله عنها كانت عابدة تصلي في المحراب وكان يدخل عليها زكريا عليه السلام كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزق قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب انتبهوا أيها الأحباب مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب كلما يدخل عليها إليها وقفة فين وقفة فين في المحراب ولا قدام الملاية في المحراب ولا تلهو في المحراب هذه هي التربية تربية شباب المحاريب الشباب الذي يتربى في المحراب الشباب الذي يتربى في بيت الله الشباب الذي يتربى على طاعة الله نريد شباب المحاريب ولا نريد شباب المحميل الذين يشغلوا بالموبايل ورناته والبلوتس والنغماته أين الشباب اليوم الذي يستطيع أن يكتشف نفسه ويكتشف غيره احذر هناك بعض الجمل دايما أنت تقولها نفسك علشان ما تتحركش وعشان ما تعملش حاجة وعشان ترضى بالواقع اللي أنت فيه وده غلط لازم تتغير بعض الجمل احذر أن تتكلم بها ساعات واحد يطلب منك حاجة تقول أنا طاقتي محدودة مقدرش طاقتي محدودة ليه حدود معينة مقدرش أتجاوز ساعات تقول أنا رأيي مش مسموع محدش رح يسمع لرأيي مهما قلت ومهما داعيت محدش رح يسمع لرأيي ما تقولش كده ساعات تقول هو أنا هغير الواقع زي الناس اللي بتقول هو احنا هنغير الكون اه ممكن تغير الكون هو احنا ما نعمش نغير الكون هي رسلتنا ايه مش رسالة تغيير الكون لتنذر ام القرى ومن حولها تغيير شامل تغيير كامل ان الله زوى لي الارض فرأيت مشارقها ومغاربها وان ملكه المجلس يبلغ لا زوية لي منها اوعى تقول أنا جندي بس أنا بعمل المطلوب مني وبس بمفكرش لا لازم تفكر ولازم تبدع ولازم تعرف انك ليك دور وليك مكان كانوا بيقولوا مثل زمان قصة كده هو صغيرة بس انت مين فيها انت الحجر ايه الحجر ده كان هناك سد كبير وفيه حجر صغير سد كبير كده هو حيش المير وقضل فيه حتة حجر صغيرة فيه ركل من اركانه فاحتقر هذا الحجر دوره الحجر ده حسنا ولوش لازمة قالك انا حجر صغير انا هعمل ايه يعني انا ماليش لازمة انا ماليش دور احتقر هذا الحجر دوره فانتحر رمى نفسه وقع نفسه فلما انتحر حصل ايه في خرم في السد فانهمر الماء من هذا الثقب فانهمر الماء فانهار السد وغرقت المدينة غرقت المدينة بسبب ايه بسبب واحد احتقر دوره بسبب واحد حس ان كلمته مش مسموعة بسبب واحد حس ان انا لو دعيت الناش مش رح يسمعه مش رح يسمعه كلامي عشان كده سكت او عشان كده مرضاش تكلم او عشان كده احتقر دوره غرقت البلد لماذا تغرق البلد لماذا تغرقها لا تخاف لا تخاف من الفشل ولكن تعاونوا تعاون مع اخوانك على طاعة ربك تبارك وتعالى انت من انت يوسف عليه السلام يوسف الصديق ام انت ابراهيم الحليم الرشيد ام انت غلام الاخدود ودعا الى الله تبارك وتعالى وعبد الناس لربهم تبارك وتعالى اخي الحبيب اين مقامك اين انت عندما تتخلف عن الطاعة ماذا تفعل كعب ابن ملك رضي الله عنه لما تخلف عن غزوة تبوك قال فاحزنني اني لا اجد في المدينة الا رجلا مغموسا في النفاق او امرأة او رجل من اهل الاعظار لما تخلف كعب بص في المدينة كده هو من اللي مرحشي وجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم من اشغل منافق او امرأة او رجل كبير معزور طب انت مين لما لا تقوم ولا تدعو ولا تتحرك ولا تبزل لدين الله عز وجل لما اخوانك يعملوا الطاعة وانت مش معاهم انت فين انت بتعمل اين انت بتع ربنا ولا بتحص ربنا سبحانه وتعالى احرس ان تكون مع الطعاء مع الطائعين وابن ادم يا ابن ادم تفرغ لعبادتي املأ صدرك غنى واسد فقرك ولا ولا تنشغل بهذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن ومن كانت الاخرة هم جمع الله عليه شمله واتته الدنيا وهي راغمة اخي الحبيب لابد ان تصبر وان تتحمل الاعباء وان تتحمل ما يبذله الناس من اضطهاد لك او تضيق عليك اسبر لان الصبر فيه الاجر والثواب من عند الله تبارك وتعالى ولابد ان تستمر على دعوة ربك لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم لا تتوقف بل عليك ان تعبد الناس لرب الناس تبارك وتعالى عليك عبء كبير ان تبني نفسك وان تصلح نفسك وان تصلح من حولك اسلح نفسك وادعو غيرك وكما قال ربنا تبارك وتعالى ولقد نعلم انك يضيك صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين اقول قولي هذا واصفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم بحمدك اشهد على لا اله لان تصفرك تبني سؤال هناك هجمة شرسة في الفضائيات على الاسلاميين وصورون الناس يعني ويحون اليهم ان الاسلام خوف ورعب وقلق فلماذا يخافون من الاسلام الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اولا يخافون من الاسلام لانهم لا يعرفون الاسلام يخافون من الاسلام لانهم يجهلون حقيقة هذا الدين ويجب ان نعلم ان الحرب بين الحق وبين الباطل منذ خلق الله عز وجل ادم وامر ابليس بالسجود قال ابليس لرب العالمين اسجد لمن خلقت طين وابى ان يسجد لادم قال الله عز وجل ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي استكبرت ام كنت من العالين قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين اذا العدوة قائمة طلب ابليس من الله عز وجل ان ينظروا ان لا يقتلوا وان يمهلوا قال ربي فانظرني الى يوم يبعثون قال فانك من المنظرين الى يوم الوقت المعلوم لما ربنا سبحانه وتعالى انظروا وتركوا حتى يوم القيامة ينبغي ان يتوب ان يرجع لكن ابليس كان يتلوه مهمة ابليس له رسالة بأديها قال فبعزتك لاغوي انهم اجمعين الا عبادك منهم المخلصين قال الله عز وجل قال فالحق والحق اقول لامل ان جهنم منك ومن من تبعك منهم اجمعين ايها الاحباب الرسالة واضحة هم يريدون الباطل هم يريدون الاهواء هم يريدون الحريات المطلقة التي لا تقيدهم هم لا يحبون ان يكون هناك دين يقول لهم حلال وحرام ولهذا سيظل هذا الوضع الى ان تقوم الساعة حرب بين الحق والباطل وفي الايام القادمة ستزيد هذه الحرب الحرب لم تنتهي ولكنها ستبدأ لان الساحة الان مفتوحة للجميع مفتوحة للمسلم ومفتوحة للكافر الامر اصبح سوق عرض وطلب انت تبذل جهدك لبيان رسالتك ولبيان دينك ولبيان سماحة هذا الدين العظيم الناس لا تعرف الناس اول ما تقولهم ان تطبع الاسلام يفتكروا ايه على طول اطع اليد على طول تقول يا عمه انت حرامي حتى لو كنت انت حرامي هل الاسلام معناه او تطبق الشريعة معناها اطع اليد يا اخواننا الحدود تمن حدود كل الحدود اللي عندنا هم تمن حدود اما الشريعة فهي الاسلام الايمان الاحسان انك تعيش كل انه صلاتي white ونسخي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الشريعة ازاي تاكل تاكل حلال وانتاكل حرام ازاي تشرب تشرب خمر اولا تشرب ميا اولا تشرب مباح ازاي كل حاجة ازاي تعملها ازاي تتجوز ازاي تطل ازاي تتوضى ازاي تصلي ازاي تتاجر ازاي تكسب كل ده شريعة نظام حياة هم لا يريدون نظام الالهي لا يريدون نظام السماوي كما قال الشيخ حازم يريدون قتل وذبح الشريعة يريدون فصل هذه الشريعة عن حياة الخلق والناس ربنا عز وجل خلقها عليه مفتورة عليه هالإسلام كل مولود يولد على الفترة الإسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أعداء الإسلام هم الذين يحرسون على إبعاد الناس على الدين ودواب يحملنا الثالة إن احنا لازم نوضح للناس ديننا لازم نعرف الناس يعني إسلام حتى يحبه الناس ويقبلوه ولا يمكن إنك انت تعيش بدون إسلام انت مسلم كيف ترضى أن يحكمك غير شرع الله عز وجل الله هو الذي خلق والله هو الذي يحكم ولذلك أقول إن الحرب بدأت ولم تنتهي كل كلمة ممكن داعية يقولها يطلعوا يعملوا عليها فرح العمدة يطلعوا يعملوا فرح العمدة عليها ويهللوا ويصيحوا عشان غلطة صغيرة وهم بيغلطوا كبائر لكن الغلطة الصغيرة منك انت مش مقبولة لأنهم يريدون أن يشويهوا الإسلام هذا ما كان تفعله قريش قريش دخل عليها يطلعوا فايل بن عمر الدوسي راجل أديب قريب زكي فاطل أخذوا يكلمونه عن النبي صلى الله عليه وسلم يسحرك يفعل بك كذا 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 انه حطه قطن في ودنه لكن ارادة ربك فوق الجميع الضوء الخافط الجهد البسيط هو إبراهيم عليه السلام لما ربنا قال له وأذن في الناس بالحج مسك مكبرات الصوت طلع على الإنترنت طلع على القناة الفضائية صوته وصل لغاية فين ومع ذلك الناس لغاية النهاردة بتلبي دعوة إبراهيم وبتسمع دعوة إبراهيم عليه السلام الصوت الخافط المخلص بيوصل الكلمة الصادقة المخلصة تجد طريقها إلى القلوب مهما طال عليها الزمان صوتك الواطي المنخفض مش معناه إنك مش هتنتصر بالعكس وكم من فئة قليلة غالبت غالبت ايه؟ فئة كثيرة بإذن الله إذن العبرة مش بالكثرة انت أكثرية انت أكثرية لكن للأسف احنا أكثرية مش عارفين ديننا مش فاهمين ديننا كويس بس كلنا بنحب الدين كلنا بنحب الإسلام كلنا عايزين نبقوا كويسين عشان كده سهل جدا إن احنا ننصالح سهل جدا إن احنا نقف صف واحد شفت المشكلة اللي حصلت عندكم الناس كلها يتلمت ولا ما تلمتش هما الاخوة اللي ضربوا الاخوة اللي كسروا ولا الناس هي اللي كسرت الناس هي اللي كسرت ليه؟ ليه؟ عشان الناس بتحب الإسلام عشان الناس بتحب الإيمان عشان الناس لا بترضاش بالكفر فلما شافوا الكفر لازم أغيروه وفاهم بيته الدين وحببه في الدين هل احنا نحتاج لوسائل إعلام ولا غير وسائل إعلام؟ مش محتاجين خلاص ابزل جهدك بلغوا عني ولو آية اخواننا الحرب جديدة ومحتاج فعلا جنود كتيرة وكل واحد مننا يقدر يخدم الدين يخدمه ازاي؟ كل واحد ليه طريقة يخدم بيها لكن لازم نجتمع عشان خدمتنا الصب في قناة واحدة تبقى أقوى تبقى أفضل واعتاصمه بحبل الله جميعا ولا يتفرق نقطة ان احنا بنشتغل الدين يعني ولذلك الناس تكسر أو تعمل طبعا الدين ليس هو حماس وإنما الدين بيأتي يضبط الحماسات والإخوة والحمد لله والناس يعني أنا سئلت من صول ومن الإخوة اللي عندهم الكنيسة قلت لهم وقفوا وحرصوا الناس وحرصوا النصارى وإياك أي حد يكسر أي حاجة فهذه النقطة مهمة جدا التنبيع لها طيب كيف يجتمع الناس وما هي الضوابط لاجتماع الناس حتى نصير كل المسلمين على قلب رجل واحد حتى لا يكون هناك تفرق وكذا لان بعض الناس بقول فيه تبليغ وفيه سلفيين وفيه إخوان فنريد يعني ايه ضوابط الجمع بسم الله والحمد لله والصلاة والعصول الله الاجتماع على كتاب الله وصنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة هو طريق واحد لابد أن نسلكه هذا القرآن وهذه السنة كانت في حياة مين كانت في حياة الصحابة من اللي طبق الإسلام والدين الصحابة من اللي فهم أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام الصحابة من اللي فهم القرآن الصحابة عشان كده احنا لما نيجي نعيش في حياتنا لازم نعيش بفهم سلف الأمة نشوفهم فهموا ازاي الآيات فهموا ازاي الأحاديث فهموا ازاي الأحكام وانطبقها إذن لابد أن نتوحد أولا على المنهج الذي سنعمل به ثم نتعاون على البر والتقوى ليكن لنا هدف واحد هو تعبيد الناس لله تبارك وتعالى باقتفاء أثر النبي صلى الله عليه وسلم عاز أعبد الناس لله ولكن أمشي وراء الرسول عليه الصلاة والسلام بدون بدع بدون غرفات بدون شيء يخلف شرع الله سبحانه وتعالى إلزم غرزة وإن تطيعوه تهتدوا إذن الأمور سهلة واضحة نتعاون نتحاب لا نتباغد لا نتحاسد ولكن نكون على قلب رجل واحد نحاول نقرب الصفوف فيما بيننا نجتمع على العمل بكتاب الله وسنة النبي بفهم سلف الأمة ولو رجعنا إلى علمائنا لكان فيه الخير والبركة هذا الهلام الصغير كان له راهب بيعلمه ولا ما كان شيء له راهب كان يرجع للراهب كل ما تحصل له مشكلة كان بيروح لمين كان بيروح للراهب بيحلهانه حتى أصبح الغلام غلام التغيير أصبح الغلام غلام التغيير إذا لا تستبعد لابد أن يكون لك رائد لابد أن يكون لك عالم ترجع إليه وتقتفي أثره حتى نهتدي بإذن الله كبير جدا وهم رؤوسنا في الحقيقة ودور العلماء فيه الخير والبركة واتباعهم نعمة الله جل وعلا يقول فإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه منهم ففي الأمن وفي الخوف ينبغي رد الأمور إلى العلماء لأن الفتنة كما قال ابن عباس إذا أقبلت أدركها العالم وإذا أدبرت أدركها كل أحد وعلى أي حال الناس لابد لهم من رؤوس يقول النبي عليه الصلاة والحديث في صحيح البخاري إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس ولكن يقبضه بقبض العلماء حتى إذا لم يبك عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فكذا كذا لازم الناس تتخذ رؤوس فإذا لم يتخذ رؤوس من العلماء أو الإنسان ليس له رأس وليس له يعني الناس يرجع إليهم فهو العز بالله هالك وهو العز بالله يضل لكن لابد أن نكون خلف علمائنا وهذه هي النعمة إذا كان الشيعة تمسكون بالعلماء تمسك أشد والنصارى تمسكون بالقساوس تمسك شديد جدا وإذا كان اليهود يتمسكون بحاخاماتهم فنحن أولى الناس بالتمسك بعلمائنا ولحن مع هذا نعلم أنه إذا أخطأ العالم لا نتابعه ومعنى لا نتابعه مش معناه يعني نفقد الأدب مع العالم طبعا لا لأن العالم جايز عليه الخطأ لكن مع أدبنا لا نأخذ منه ولا إيه ولا تعصب له فلابد أن يكون لنا رؤوس ونحن في هذه الأيام يكون لنا لابد لكل واحد منا لضوء وهذا هو السؤال لشيخنا الشيخ مصطفى فما هو دور الشباب وخصوصا في المساجد الله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ألخص الأول كلمتين إسلح نفسك ثم أدعو غيرك إسلح نفسك ثم أدعو غيرك الأول يجب علينا إعداد أنفسنا ينفع أن أنت تمشي بالعربية من غير بنزين ينفع يبقى إشحن الأول واعدين نمشي طب يعني أفضل وقف نقط ما إشحن لأ أنت مش ممكن تحط الموبايل في الشاحن وتبدأ تتكلم وإنت بتشحن اشتغل وإنت بتشحن اشتغل إسلح نفسك وادعو غيرك علينا دور كبير جدا تهذيب أنفسنا ده شيء خطير أخطر حاجة بتخلي الشاب يترك طاعة ربنا ويترك الدعوة لله عز وجل هي المعاصي أخطر حاجة بتخلي الشاب يرجع لوراه هي الزنوب أخطر حاجة بتخلي الشاب ما يقدرش ينجح هي معصيته ربنا سبحانه وتعالى ولذلك تجد لقمان عليه السلام برب ابنه على المراقبة يقول له إنها إن تكن ثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض ياتي بها الله اسمع ربنا عز وجل يقول يا ابنين إنها إن تكن ثقال حبة من خردل لو إن الإنسان عمل زنب صغير جدا من خردل فتكن في صخرة جوا صخرة أو في السماوات زنب في السماء واحد يعمل زنب جوا طيارة طائرة في السماء أو في باطل الأرض ياتي بها الله إن الله لطيف خبير يعلم كل شيء والنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أيضا أن هذه الزنوب مهما ضقت ومهما اختفت فإن الله سبحانه وتعالى يكشفها قال لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء لا قوة لها ولا باب لخرج عمله للناس كائنا ما كان يعني لو إن واحد بيعمل زنب جوه صخرة مقفولة شايف الطوبة كده؟ لو واحد جوه الطوبة جوه الصخرة جوه الزلطة بيعمل زنب مقفول عليه خالص الزلطة مهاش لشباك ولا باب حد شايفه؟ ربنا سبحانه وتعالى يظهر هذا العمل ويخرج هذا العمل السلوب أكبر عائق يبقى نهزب نفسنا والرب نفسنا ضرب مساجدنا إن احنا نعبد الناس لله سبحانه وتعالى الأولاد الصغارين سواء كانوا مراحل ابتدائي أو في الإعداد أو في السنوي لماذا نعملهمش دور تحفيز القرآن؟ لماذا نعلمهمش العلوم الشرعية؟ لماذا نعلمهمش الإسلام؟ لماذا نعلمهمش الإسلام؟ أنا أذكر في الأسكندرية كان هناك كنيسة كبيرة تفتح كنيسة كبيرة تفتح فأتى لفتتاحها شنودة جيب نفسه تفتح الكنيسة كنيسة ضخمة جدا فالمهم بعد ما دخل عمل ثلاث لقاءات صلى بالنزة ما بيصنلوا شعوازن وضفامين بخر 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 خلصوا الكنيسة بتاعته بعد كده هو تقعد مع القساوسة ربع ساعة نصف ساعة خلص وقلب وبعد كده هو تقعد ساعتين مع أطفال الكنيسة ساعتين نصف ساعة مع كبار رجال الكنيسة نصف ساعة صلوات وساعتين مع أطفال الكنيسة ليه؟ لأنه هو ده الجيل خب بالك ده هو ده جيل شنودة اللي بيرفع السلبان دلوقتي هو ده الجيل الإرهابي هو ده الجيل اللي هو عمله اللي متدخل في السياسة ساكر أنت إذا ضربك على وجهك الأيمن فقد الله يخدك العيصر الكلام ده كان زمان كان زمان دلوقتي لا دلوقتي بيرميك بالحجارة وهيضربك بالنار وبيرفع في وجتك الصليب هي دي التربية هي دي نتيجة أن يزورهم ويقعد معهم ساعتين اهتمام بالأولاد وإحنا بنهتمل أبنائنا العلم تقع في الشارع لا حد بقول الله أحفظي ولا حد بيعرفها الإسلام ولا حد بيعرفها الدين وبعدين يرجع عيالنا تعبنين لا صلاة ولا عبدة ولا طاعة وانحراف إذن دور الشباب يمكز في بيت الله عز وجل يجيب الناس من الشارع يعلمهم علم كل الطبقات الصغير الكبير العلم يا أخوانا هو الذي يقودنا هو الذي يحركنا هو الذي يتم النجا به والذي يبزل العلم له الدعوات والبركات إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير حتى الحوت في طعر البحر الله عز وجل يرحمك يا من تعلم الناس الخير الملائكة تدعو لك يا من تعلم الناس الخير بل الحيتان الأسماك في طعر البحر تدعو لك تستغفر لك إذن يابد أن نرزل جهدنا مع الأبناء داخل المساجد وفي الشوارع وفي الأندية وفي كل مكان نعلمهم ونعبدهم لربنا تبارك وتعالى نقيم الدروس داخل المساجد لنعلم أبناء قريتنا الشيخ الكبير والأخ الذي يأتي من عمله مرهقا متعبا من يعلمه؟ مريد أن ننشئ دروسا في مساجدنا نعلم كل الناس الدين نابد أن نطور الخطب التي نخطبها في مساجدنا حتى تكون خطب نافعة خطب نافعة تعلم الناس وتنقذهم وتخرجهم من الظلمات إلى النور إذن إخوة تعد الخطب إعدادا جيدا والذي لا يعرف الخطابة يتعلم ويتدرب نريد أن ننتقل إلى العالم بأسره نخطب هنا ونعلم هنا ونعبد الناس هنا الدور الاجتماعي الناس في حاجة إلينا ونحن في حاجة إليهم نابد أن نشعر ببعضنا البعض قاروك فقير قاروك مسكين هذا يحتاج نابد أن يكون من الشباب من يعرف هؤلاء الناس ويعرف أحوالهم واحتياجاتهم ويحاول توفيرها بقدر المستطاع إذا مرض فينا رجل نزوره ونعوده إذا غاب عنا رجل نسأل عنه ونتفقده ننشئ المحبة والمودة بيننا لأنها هي رباط عظيم بل ونداء اليوم القيامة أين المتحابون في جلاله أين يكون مقامهم اليوم يظلهم تحت ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظله ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه المحبة المودة الإخاء العمل لدين الله ننظر كل سبيل يمكن أن ننشر به الإسلام ننفذه ونقوم به نحن شخص مصطفى خارم على هذه التوجهات والنصاح الطيبة والموعظة المهمة والتذكير المفيد ومع كلمة الختام لأخونا الدكتور رحمة جنة نعود لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعود بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي له فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فجزى الله شيوخنا خيرا على ما قدموه لنا من نصائح وتوجيهات وعلى ما بذلوه حتى يصلوا إلينا في هذا المكان فجزاهم الله خيرا بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن أقول هناك سؤال يدور في رؤوس كثير من الشباب ألا وهو هل السلفية منهج أم حزب أم جماعة نقول أولا لماذا يدعو علماؤنا إلى هذا المنهج ألا وهو فهم الكتاب والسنة أو اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة هل هم اختروا الموضودة بعقولهم وذكائهم واختيارهم أم أنه أمر الله جل جلاله وأنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم نعم الجواب الكتاب والسنة هما اللذان أمرانا باتباع الكتاب والسنة من خلال فهم صحب النبي صلى الله عليه وسلم نعم أحبتي في الله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه هذا يعني يبين لنا أن الله عز وجل ارتضى هذا المنهج فيا من تسعى لتنال رضا الله فهاهم الصحابة رضوان الله عليهم قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس خرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم خير الناس في ماذا يا رسول الله أفي الحسب أم في النسب أم في الجاه أم في المال والأولاد كلا كلا لا في القبيلة ولا في النسب ولا في الحسب ولكن في العقيدة في العمل في السلوب كانوا خير الناس كانوا هم العلماء هم الفقهاء هم القادة هم السادة كانوا أحسن الناس اعتقادا كانوا أحسن الناس تعبدا كانوا أحسن الناس علما وعملا كانوا أذكى الناس وأطيب الناس وكانوا أحرص الناس على هداية الناس لذا وجب اتباع هذا المنهج ننهج الصحابة والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار فيا من تبحثوا عن رضا الله سبحانه وتعالى اتبع هذا المنهج فإنه لا سبيل سواه قال الحق جل جلاله فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا طب لو حصل العكس وإن تولوا فإنما هم في شقاق هذا يمثل ويجسد الواقع الآن لأننا تولينا عن منهج الصحب الكرام فكان الشقاق ولكننا لو أردنا الهداية لو أردنا الاجتماع فعلينا أن نؤمن بما آمن به الصحابة أخي الحبيب في كل ركعة من ركعات الصلاة تقرأوا بسورة الفاتحة أم الكرآن تطلب من الله جل جلاله أن يجعلك ممن يهتدي إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم هل تعلم أن الصحابة رضوان الله عليهم هم أول من أنعم الله عليهم في هذه الأمة كانوا أفهم الناس لكتاب الله كانوا أعلم الناس بمراد الله وبمراد رسوله صلى الله عليه وسلم لذا واجب اتباع هذا المنهج اتباع منهج الصحابة رضي الله عنهم حتى لا يحدث في الأمة فرقة فمنهج الصحابة جملة معصوم بإذن الله سبحانه وتعالى لسنا معنى ذلك أننا نغلق باب الاجتهاد كلا كلا بل علماؤنا يعلمون نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا أخطى فله أجر فباب الاجتهاد مفتوح لمن جمع أو لمن حصل شروطه وقيوده وضوابطه ولكننا حتى نضبط المنهج لابد أن نتبع الصحابة في فهمهم وفي علمهم وسلوكهم لو طبقنا الإسلام كما طبقوا الصحابة لما خاف أحد من الإسلام ولو طبقنا الإسلام كما طبقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وجدنا أحدا يخاف من الإسلام على أحد القنوات الفضائية واحد اتصل فبيسأل سؤال عجيب هاوي بول يا مولانا أنا الوقت باخد تلتميك جنيه معي زوجة وأولاد فبضطر إن أنا يعني أصرف نفسي أسرق من هنا أو يعني تحت الترابيزة فلو أنتم سكتوا الحكم يبقى تضعنا هعمل إيه بقى ساعتها يبقى خلينا مع الجماعة دول أحسن فده السؤال الأول ولا أقول لك السؤال الثاني زوجتي بتروح تشتغل ومع ذلك برضو مش ماضين فأنتم لما تسكوا الحكم اللي هتطلع من بيتها كما يتصور الجهلاء هنتبعها ونقطع رابتها كلا كلا فنقول له الجواب ببساطة يا أخي الحبيب لو تولى أهل الحق الخلافة أو تولى أهل الحق الأمر لكان الرحمة والسماحة والعدل بإذن الله عز وجل أول حاجة سيقف نزيف السرقة لنزيف دمر الأمة مليارات يعني كنا زمان نظن أن المليونير غني نطلع فيه رأوي ده المليارات اللي بتسمعها في الجرائد لا تصر ولا تعد لما يتولى أهل الحق ذلك اوض هذا النزيف سيعود هذا بلا شك علي وتكون الخير لاك بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون الغنى لأهل الحق ولأهل هذا البلد بإذن الله سبحانه وتعالى أليس في عهد عمر بن عبد العزيز نادى منادي عمر هل من فقير يأخذ الزكاة لم يوجد فقير يخونا عمر بن عبد العزيز الذي يضرب به المثل في العدل لم يحكم سوى 29 شهر وأقام العدل بإسم الإسلام إن شاء الله فعاد المنادي نال كثير فكيف ننفقه يا عمر فقال عد فهل لأحد يريد أن يحج ولا يستطيع فنادى المنادي فحج الناس الذين لا يستطيعون ثم عاد المال في بيت المال فنادي هل من شاب يريد الزواج ولا يستطيع طبعا الجواب الآن كتير جدا فتزوج الشباب وكذلك المال في بيت مال المسلمين سبحان الله هو دا الإسلام هو دا حكمه رحمة ونعمة يا إخوتا لما دخل أمير من أمراء المسلمين بلدا ولم يمهلها ولم يعرض عليهم الإسلام ولا الجزية ولا القتال بل اقتحمها عنوة فلما علموا أن الإسلام في خطوات في نظام لا بد من عرض الإسلام لم يقبلوا الجزية لم يقبلوا القتال فأرسله إلى أمير المؤمنين عمر بذلك فدخلوا البلد وذي لم تحدد في تاريخ أمة من الأمم إلا أمة الإسلام أمة العدل أمة الرحمة أمة السماحة هلو دا القائد بتاعتك اقتحم البلد بتاعتنا وانتوا في دينكم مفيش كده فأرسل عمر رسالة أنخرج فورا بكل جنودك ورجالك خرج هذا الرجل بكل الجنب ولم يبقى رجل واحد عجب الناس الكفار وقالوا هذا دين حكمه رحمة ونعمة ودخلوا في الإسلام هو دا الإسلام الذي نطلبه وهذا هو المنهج الصحيح الذي ندعو الناس إليه فالراجل اللي بيضم أن لما الإسلامين يتولوا الحكم سيكون هذا الفساد وهذه السرقات كلا كلا حتى لو وقع إنسان في جريمة من الجرائم هب مثلا الزنا لا بد من شهود أربعة وأن يروا يعني الفاحشة رؤية تامة فالذلك ويكونوا من أصدقات العدود لو أتى ثلاثة مش هقولك ثلاثة من أعدل الناس أو من الصحابة لأنه لا سوف إذا أتى ثلاثة أو كانوا من أعدل الناس وشاهدوا على رجل وامرأة بالزنا ولم يأتوا بالرابع يحد حد القذ انظر يعني تحصين وإضراء الحدود بالشبهات لا دا نقولك قصة من أعجب ما تسمع الذي ارتكب الفاحشة أتى للنبي صلى الله عليه وسلم ناعز يا رسول الله إني زنيت خيلبا يعني من الشهود نطعن فيهم ولا ولا ده هو صاحب الجريمة صاحب المنكر يا رسول الله إني زنيت فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك فخذت لعلك قبلت لا إني زنيت حد يشم بقه كده ثمه لعله سكران فيشم فمه لا ليس بسكران تب يذهب النهار دا بكرة ما هذا إضراء الحدود بالشبهات لا بد من التوثق يا إخوتا إقامة الحدود التي لا تمثل يعني سوى خمسة من مئة ليست يعني كما يضم الناس إن أول ما تشوف واحد يخرج من بيت رجل غريب نقول تعالى اجلدوا تمانين جلده وغربوا عام أو لو متزوج هنضموا حتى الموت كلا كلا دا عمزة عملية في المهر لو أنت أو لو الدكتور جالوا واحد فيه يعني إيه دموا فيه أصبعه سهل في الاقتين يفتح له وخلصت الهضية ولكن واحد عنده ورم في المهر أو يعني الطبيب شك هل يقول له تعالى يوم ضربه على دماغه أغمى عليه الله نفتح دماغه جب الشانيور كلا كلا دا يقول له أعمل إشاعادية إشاعات تلفزيونية إشاعات مقطعية إشاعات رنين المغناطيسي تحاليل واه ورسمة ألبي لغير ذلك هو دا بقى إيه الحدود لا بد من التوزق لا بد من التأكد لا بد من اليقين وهكذا إنما الناس متخوفهم الإسلام ديننا دين الرحمة ديننا دين العدل والسماحة في الثمانينات في الثمانينات قالوا تقنين الشريعة الإسلامية فأرسلوا لأربعة من كبار القانونيين في فرنسا قالوا امتعال إدرس الإسلام دا يعني إيه يعني لنا يا حاجة يقول الإسلام دا من فعش أصب الإسلام دا كان الألف 400 سنة في عصر الإبل وإحنا الوقت في عصر الأبل نطلعنا فيه في الفضاء والطيران والكلام دا فشوفونا النظام درس هؤلاء القانونيون الإسلام دراسة وافية وبعد شهر عقد مؤتمر صحفي كبير حتى يتكلم هؤلاء جلس الأربعة المنصة والصحافة العالمية جاءت تصور فأول ما نطقوا قالوا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله قام أحد الحاقدين والعلمانيين الذين أكل قلوبهم ذلك إلا أنتم تعنوا ذلك إحنا قيبينكم تخرجوا الناس في الإسلام فهم يتدخلوا في الإسلام فماذا قالوا قالوا لقد درسنا دساتير العالم فما وجدناك شريعة الإسلام أبدا أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حقما لقوم يوقنون فالله جل جلاله هو أحسن الحاكمين هو خير الحاكمين هو أحكم الحاكمين شرع ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ألا له الخلق والأمر فلا خوف من الإسلام فهو دين السماحة دين اليسر دين العدل بإذن الله سبحانه وتعالى ولكن إذا طبق كما طبكه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم سعوا في الأرض ليدعوا الناس إلى عبادة رب الناس بسأل نفس سؤال لو الصحابة تكاسلوا وتقاعسوا عن الدعوة إحنا كان زمن إيه؟ بنطوفوا باللفة معبد إيه؟ أبي سنبل صح؟ ولكن الصحابة بذلوا ما لوجبه إحنا تكننا على الجهاد مع رسول الله ولا 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 ضحوا حملوا هذا الدين ونشروه وإنت الوقت كما سمعت من شيوخنا الأفاضل لا بد أن يكون لك دور أول اختبار تبرع لدين الله عز وجل أمن شوفك بها هتعمل إيه؟ اتقوا النار ولو بشق تمره أي حاجة ولو يسيرة تبرع بها وأنفق فيه نبيه لله أنفق ينفق عليه ألا تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقص عن رجل من بني إسرائيل عجبا رجل يقص بجوار بستان خلي بالك فيرى صحابة ويسمع مناديا ينادي اسق حديقة فلان اسم فلان الفلاني فرض العجب لازم أشوف من فأقصة بالظبط فذهب حتى سأل عن صاحبي هذا الاسم فوجده صاحب البستان استحابة كلها فرغت ما آه في البستان فقال يا هذا ما تصنع قال لا أصنع شيئا ولكني أخذ خراج الحديقة السمر اللي بيطلع وأقسمه أخساما ثلاثة القسم الأول أضعه في الحديقة الأزرعها مرة ثانية والقسم الثاني أقوله أنا وأولادي والقسم الثالث أعطيه للفقراء والمساكين حلل اللغزة أنفق ينفق عليك فيا أخي الحديقة أخي الحديقة أخساما ثلاثة حتى ترى الله منك خيرا بإنفاقك في سبيل الله شارك ولو باليسير ولو بالكثير ما تستطيع أن تبذله أثبت يعني حسن نيتك أن أنت من الآن ستكون داعية ستقف على الثغري لتصد الهجمات عن دين الله ولتشر الحق وتبينه للناس إن شاء الله عز وجل ولا أطيل عليكم وأقول قولي هذا واستغفر الله لي فعلا نفس كثيرين جدا ليس على مستوىنا نحن لكن على مستوى في أماكن أخرى يعني وفي مستويات أخر يعني يخافون من الإسلام يفكروا أنه هو الإسلام أيقام الحدود على طول ما يعرفش أن الحدود دي حاجة معدودة كده يعني ينسى التراحم وينسى العدل وينسى المساواه وينسى الخير لأن الله تعالى حينما أنزل الناس إلى الأرض أنزل آدم عليه السلام إلى الأرض قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرطني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ما تنسى فلذلك أيها الأحباب ليس على مستوى بلادنا أو كيف نوحد الدنيا كيف نوحد العالم الإسلامي بداية لابد أن يكون لنا مرجعية الكتاب والسنة بالإيمان بالإسلام بالعمل الصالح بالتربة بهداية الناس باتفاق الأمة على منهج الإسلام فلا يوحد العالم الإسلامي العلمانيون إطلاقا ولا يوحده إطلاقا أي أحد إلا أهل الإيمان إلا أهل العلم كيف نتقي غزو الشيعة كيف نتقي غزو الصليبيين كيف نتقي خطط اليهود لابد من اجتماع الأمة ولذلك أيها الأحبة الكرام الحديث الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائل الجسد بالحمى والسهر جسد واحد الإمام بن أبي جمرة في كتاب تهذيب النفوس يقول إذا شبه النبي على السلام الجسد الواحد بالأمة وأن فيها الروح اللي هو الدين والإسلام والإيمان ثم هنا بقى تحدث الحياة لأن روح الجسد فيه روح فإذا لم يكن فيه روح فالإحساس فلا تشعر بأخيك ولا يكون هناك وحدة ولا تتألم ولا إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائل الجسد بالحمى والسهر لأنه ليس فيه روح خاتب لك ولذلك قال الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صلاة المستقيم فالروح هو كلام الله وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا فإذا صرت هذه الروح في بدن الأمة في الأمة كلها شعرت الأمة بالوحد فانضم بعضها إلى بعض وتداعى بعضها إلى بعض وأسأل الله تعالى أن يجعل الأمة كيانا وأن يجعل لها يعني قوة وأن يوحدها وأن يؤلفها وصلى الله وبرك على سيدنا محمد وشكر الله لكم وشكر الله المشيخنا الكرام وحضورهم وتعبهم وأسأل الله تعالى أن يجمعنا وأن يجعلنا متعاونين على البر والتقوى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أن تستغفرك وأتوب ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة